محمد أمين وزيد نموذج لتفلين لم يعلن الاستسلام للتوحد فالأول في الصف الرابع والثاني في صفه الأول وحياتهم تستمر بجد واجتهاد أملا بغد أفضل خلف هذا الثنائي نجيب أسرة نظرت وقتها ومالها من أجل تجاوز كل المعيقات التي تحبط المصابين بالتوحد وحصد الثمار يتمثل بذلك التألق الذي أبان عنه محمد أمين وزيد هناك في المدرسة وفي المجتمع أيضا أسرة سحيم البطبوطي لم تفكر بأنانية بل بحثت عن عمل جماعي يهتم بالمصابين بالتوحد فأسست في الرباط جمعية سفراء التوحد لتكون ذلك الفضاء الجامع لأسر تعاني بصمت مزيد من التفاصيل نتابع في تقرير لسحر أميمون وسليم عكي معاناة خاصة ومجهود مضعف يقوم به هؤلاء الأباء وذلك لتربية أبنائهم وتمكنهم من تعلم عدد من الأشياء الإدراكية والحسية والتعليمية في فضائهم أمين وزيد أخوين يعانيان من مرض التوحد المرض الصامت الذي يجعل المصاب به في عزلة قاتلة هذه الوليدات تجدهم تربية خاصة تأخذ تعرف عن التربية الأمة تربية خاصة تكون تربية خاصة موجهة حسب الحالة يعني لبشينا قدرنا لهذه الوليدات سيكون واحد برنامج خاص قبل هذا الشيء يجد يكون تشخيص لهذه الوليدات كلا أحده ذبا الطفل التوحدة والطفل المصابة قبل صيفها ما يدخل القيصة كأنها وصافية يبقى مجدود قاردوري وصافية تسكن شو حدها ينوح تربية موجهة خاصة لهذه الوليدات برنامج محدد بتكوين محدد أغلب الأزدار ما عندنا بشيكوين في هذا المجال عنده التوحد كنقول كيفاش طفل واحد عنده ثلاثة ديال الأمراض اللي ولجتنا صدمة نهي رعا صابي نهارينا أنا والأب دياله ولينا ما كان ناكله ما كان شربه ما كان نهتمه بالأسرة ديالنا ما كان قادرين شقع نستويبه كيفاش طفل صغير عنده خمس سنين عنده ثلاثة ديال الأمراض الإبنان في بداية عمرهما يعيشان حياة يومية غير عادية حيث سلوكهما وطريقة تعاملهما مع المحيط الخارجي تختلف مما جعل أبيهما وأمهما في معاناة وصراع دائم مع تحسين مهارتهما ودمجهما قدر الإمكان من أجل اكتساب مهارة وعادة تجعلهما يتعاملان بشكل عادي كسائر الناس بسافة خاصة نحن نضر نرباط وصلاع لمؤسسة تقبل لنا الوليدات ينفوع كتسمع بأنها طفل تواحوذي تقولك لا كتسد الباب في وجهك إلا واحد المؤسسة اللي استيجدت ديالها أجنبية تعاطفت معنا وقبلت لنا الوليات صغير أما الوليات الكبيرة مدمجة عندي في القسم ديالي في كنة وكنتطر كل سنة كدوزة سنة أخرى كنطر أن نمشي معها يعني قرأ المستوى اللول ونقرر المستوى والتاني عن قرأ المستوى التأثى وهكذا حتى المستوى الساس وكلقى صعوبات تزاد لي البوكاء والصاريخ تزاد لي عضل ياد زاد لي ضرب الرأس لم تقيتش عارفة كيفاش نتصرف مع والدي من مشيت التماء ومن مشيت التماء كان يأخذ العلاج عن طبابة دياله في الكلينك وكيرجع وتنير الرازي ديال الحساس دياله ديال نردقه وترويه ديال حسي حركي ونفسي ذي الساعة من دخلته دروا ليش تشخيصات للي عند التوحد مشاكل وصعوبات عديدة وجهت هذه الأسرة بسبب مرض ابنيهما لكن بالرغم من ذلك فالأبوين متشبثان بخيط أمل حتى ولو كان رفيعا كما أنهما كرس حياتهما وجهدهما لمساعدة كل الأسر التي قدر عليها التعايش مع هذا المرض المستتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر